السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحيتي لكل شرفاء داخل الجزائر وخارجها تحيتي إلى كل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات تحية خاصة لكل إخوة اللي رهم متوجدين في فرنسا حبيت على جلباش نتحدث اليوم حول سيخونا راشيد نكاز والحديث انتاعي هو ما يتركزش حول شخص انتاعه وشكون اللي يراه وراه وشكون اللي يراهم يدعموا فيه وإنما حول الأفكار هذه اللي ره تدور حول الوضع في الجزائر والناس اللي رهم يمشيوا معاه اعتقادا منهم من أنه ره رايح يغير الأوضاع في الجزائر وأيضا ربما عجبتهم الحط انتاعه أو الشطحات انتاعه أو الخارجات انتاعه سواء في فرنسا أو في الجزائر سيخونا راشيد نكاز كما تعلمون من أنه هو من الناس اللي مولودين في فرنسا وأنا شخصيا ما عندي حتى مشكلة مع الإخوان اللي رهم موجودين في فرنسا وإنما هذا الشخص هو كان مناضل هنا في فرنسا كان يناضل من أجل القاضية الفرنسية والتسجيلات والفيديوهات راها موجودة يستطيع أي واحد من الناس اللي راهم عايشين هنا في فرنسا وعايشين في الخارج باش يتأكد من الكلام متاعي خونا هذا راشيد نكاز واقتش اظهر في الجزائر واقتش اظهر أنا مرانيش نتحدثي عليها لجلد باش نجيب عدد الزوار ولا باش يعرفوني الناس راكم تعرفوني منذ سنوات وقتش اظهر خونا راشيد نكاز أسئلة دور حوله لماذا ما تحدثش لما كانت الرؤوس تقطع في الجزائر لماذا ما تحدثش في الشأن الجزائري وما كتبش وما اعطاش آراء حول الخروج من الأزمة في الجزائر أسئلة دور حوله ولماذا ظهر فقط مباشرة بعد ما سمي هذا بالربيع العربي ولماذا يصرح ويمرح في القنوات الفرنسية في القنوات الجزائرية فيما يمنع معارضين سياسيين من الظهور في هذه القنوات الفضائية بل حتى الإشارة لمجرد الأسماء انتاعهم وفيه ناس راهم يدعموا فيهم بالتعليقات في الفيسبوك ديرين لهم كتائب والله جحافل راهم يدعموا فيهم من خلال التعليقات وركن تعرفوا الناس اللي راهم يعرفوا هذه المسائل انتاع الفيسبوك يستطيع الواحد بالدرع من انتاعه هو أنه يدير ربع ملايين ولا خمسة ملايين انتاع الليزابوني هذوك يكفيه فقط هو أنك تسلك الإشهار إذن خونه هذا راشيد نكاز يظهر بعد ما سميه بربيع العربي اللي نقوله أنا شهيلي العربي منذ البدء انتاعه وبإمكانكم هو أنه تراجعوا تسجيل التاعي والحديث انتاعي الحديث انتاعي حاوله موش من أجل علاج الباش نغطي على السلطة ولا ندفع على السلطة وإنما باش نبينيلكم باللي هذا راشيد نكاز راه يخدم في جيهات انتاع المخابرات وراه يخدم في هذو الناس اللي راههم في المؤسسة انتاع الجيش اللي راه محبين هما يغيروا الوجه ونعطي لكم فيما بعد بعض الأمور من أنه هذا الشخص راه مكلف بها مهمة وكما قلت من عاودة نكرر أنا مرانيش راح نتحدث مرانيش راح نشخصا الأمور وإنما راح نتحدث على الأفكار هذه اللي راه يجيبها مرة على مرة إذن هو ظهر بعد هذا ما سمي بالربيع العربي اللي نقول له أنا شهيلي العربي وظهر في هذا القضية انتاع الانتخابات الرئاسية هذا اللي اليوم راه يحدث فيكم هو من أنه راه بوتفليقة مريض ألوخ كبوتفليقة ترشح بين قوسين في 2014 ترشح بالكروسة علش هذا راشد النكاز اللي راهو اليوم هو كأنه يحوس على اللي تد صنتين تاع بوتفليقة علش هو قبل علاجة لباش ينافس واحد معاق بالكرسي علش هل إنسان عنده عقل يقبل بهذا الخزعب اللي تنتاعوا كيفاش انتاع لبالك بواحد بالكروسة معاق ورايح تتنفس معاه وبعد عامين يجي تقول للناس بللي هذا السيد هذا يوم مريض راني يجينا باش نستقسيو على الصحة انتاعوا بك علبك بيه بللي معاق علش قبل تنتاع لجل باش تترشح في 2014 فيما بعد اختراع هذه المسألة انتاع توقيعات الناس على جلبش هو يستعملها حابين يستعملوا القاضية هذيك من اجل اثارة الرأي العام حول هذه القاضية باش يستغلوا هما هذاك الوضع ويحاولوا فيما بعد اطروه او يفرضوا الشروط انتاعهم هذه هي المسألة وما فيها اذن هو ظهر في الانتخابات الرئاسية وراكم شفتوا نتيجة اللي وصل لها فيما بعد فيما بعد الناس اللي كانوا هما معاولين للمقاطعة منذ البداية كانوا هما يدعموا في المشاركة وهذا وهذا جلالي سوفيان وكل الناس اللي هما تقدموا للترشح كانوا يدعموا في المشاركة بطبيعة الحال كلكم يعرفوا من انه الانتخابات الرئاسية في الجزائر اصحاب القرار اللي حكموا في البلاد هما المؤسسة انتاع الجيش هما اللي لما يمشيه مع واحد انتهى الامر ما كان الانتخابات ولا سيدي ذكري هذيك الكارنافال اللي قوموا به فقط هو من اجل على جلبش كما يقولوا كسروا في الببوشة لعيون الناس اذا هو في الانتخابات الرئاسية شارك بالانتخابات الرئاسية ونزيد نأكد لكم الان هو الان في 2016 الان هو يتحدث على هذه القاضية وانا كنت نتابع فيه في المباشر وكنت تمنيت لو نلقى واحد من الاخوة اللي راه موجودين ثم على المباشر ونقول له هذ الكلام على المباشر وحاولت هو انه في وقت سابق ديره هو بارد الكتروني ودير صفحة على الفيسبوك اللي راه يشرف له عليها واحد من با ما يجاوبش حبيت على جلبش باش نتحدث معه على المباشر اذا هو علاش هو حب يترشح وعلاش هو راه وحب الان يتقدم للانتخابات الشريعية كيفاش هذا رئيس المريض ومعاق وراك انت تقول باللي طلبت على جلبش يعطيه لك الاعتماد انت على الحزب انتاك ومعطيه لكش والان انتارك رايح للانتخابات الشريعية والعام الخاص على باله باليرام خيطة بالاضافة الى هذه الخارجات انتاعه في باري شكون يتبع في بوشوارب ويتبع في سعداني دورك لوكان هذا الشخص هذا كيف ما رأى يقوله هو ربعين سراق هل ترى الجزائر فيها ربعين سراق فيها الالاف المؤلفة هو حب يحصرها في ربعين سراق ولوكان قال مثلا ربعين سراق جاب السراق الكبار قال رايح يدور لي على سعداني وعلى هذا بوشوار باللي العام والخاص على باله بهم باللي هذو راهم طعم دارينه موما كما اللامصوا هذك اللي يصيدوا به الحوت لما تنتهي المهم انتاهم يلا قال اختي الطريق كيف ما دروه مؤخرا لسعداني لوكان قال مثلا راه وراح هو ربعين من الجنرالات ضربهم هما وراحوا قال مثلا عندو ملفات عليهم والله كذا قال والله السيد هذا راه وفعلا راهوا غاضوا الفساد اللي راهوا في الجزائر مخلي الجنرالات انتع السكر وانتع الزيت وانتع المخضرات وانتع البانان وانتع الكيوي وانتع القهوة وانتع الالكتروميناجي وانتع كذا وراح يدور لي بسعداني يشاري ابرتهم في فرنسا وكل سمانة دير سبيتش هل ترى المواطن الانسان العاقل الانسان المنطقي الانسان اللي عنده تكوين الانسان اللي عنده باقاج بوليتيك راهوا رايح هو يتبع هذه الخزابلات اللي راهوا رايح يدير فيها هو الشي اللي راهوا الان يقوم به راهوا خدمة هذا النظام كيفاش هو يروح هو يطلب في يطلب صحيح صحيح هو انه من حق المواطن على جلب باش يعرف الوضع الصحي انت ولكن الانسان العاقل لماذا تقعد حتى الالفين وستاش باش تعرف انت الوضع الصحي انت عبت في الاقاء من الفين وخمسة هو مريض وحنا نقولوا باللي راه هو مريض ما كنتوش تسمعوا فينا لما عدلوا الدستور وكنا نقولوا لكم باللي راه ويجي نهار ورام يزيدوا يعدلوا الدستور ما كنتوش تسمعوا فينا وعليش ما تطلبش المكان تاع الازدياد نتاعوا في الدستور هذا اللي راه يهضر لك على الدستور وعليش المواطن الجزائري ما يعرفش الزوجان تعبوا تفليقة منين جاي كيفش يوصل شكون اللي جابو علش ما يعرف هاش المواطن فقط يعرف تحيرتوا عليه محسوب غاذكم وزايد يقول فيف بوتفليقة علم مباشر ويعاود ارددها ايش حل من المرة يالترا رك معاه احنا على بلنا بلك تستغل في هذه القضية من اجل استيثارة الرأي العام ومن اجل اللاعب على العواطن تاع الناس يالله بسم الله يالله تصوري يالله تفضلوا يالله تفضلوا هذي مشي حط انتاع واحد سياسي ليش حط انتاع واحد قال مثل ذكرك جبت مشروع سياسي كيفش تحارب الباطالة كيفش تقضيع للازمة الجزائرية كيفش الناس تعرف الحقيقة الحقيقة انتاع بوتفليقة ما نعرفوش الحقيقة انتاع عشرين الف مختطف ما نعرفوش الحقيقة انتاع مئات الالاف انتاع اللاجئين اللي رانوا في فرنسا ما نعرفوش الحقيقة انتاع الابناء غير الشرعيين في الجزائر ما نعرفوش الحقيقة انتاع المليارات الممليارات اللي كانت تنهب قبل ما يجيبوا تفليقة ما نعرفوش الحقيقة انتاع المجاهدين المزيفين والشهاداء المزيفين ما نعرفوش الحقيقة انتاع الشهادات المزيفة ما نعرفوش الحقيقة انتاع التظوير والتظليل الإعلام اللي راح موجود في القنوات الفضائية وفي الصحف نعرف فقط الحقيقة من حق الشعب الجزائري هو أنه يعرف الوضع الصحي ولكن ليس بهذه الطريقة الهمجية أنت الآن في من تخدم ترك تخدم في هذه العصابة اللي الآن هم رأم حابين ينستالي واحد ترك تخدم في الفرنسيين تقدم في رأك على أساس أنك إنسان همجي كيفاش أنت تروح المستشفى تطلب تقارير على الوضع الصحي ثم لو كان قال مثلا جاءوا ناس محامين وهذا الكلام هذا ليس هو اللي رأوا الآن يقول فيها رأنا قلناه منذ السنوات تسجيلات رأى ما زالها شادة قلنا وطلبنا شخصيا على الإذا أنت عوطني وطلبت من شخصيات سياسية على جلبش هما يروحوا في مسيرة مجموعة من الأحزاب والله هذين المرشحين يروحوا هما يطلبوا يشوفوه كيفاش انت قبلت ومدلسي قال يزعل الوسم والترشح وقبلت انت وكذا وريحت الترشح وفيما بعد جاي يذرك انت تقول للناس باللي ركت حوس على الوضع الصحي انت أبو تفليقة هذا الوضع الصحي انت أبو تفليقة ورايح انت رئيس هذا رأيه غير شرعي بالمفهوم هذا انت إنسان رأيه عاجز ومع ذلك رايح تطلب في الاعتماد على جلبة شعطيوك اعتماد رايح انت لهذه القرونوبل لو كان جاوز رأيك مثلا مجموعة من الشخصيات السياسية المعروفة وراحوا قال مثلا رأيه المجلس الدستوري قال احنا السيدة يلا طبقوا الدستور رأيهم تقولوا الدستور في حالة مرض الرئيس في حالة كذا في حالة كذا رأيه كل الشواهد وكل القرائن تثبت من أنه رأيه بوتفليقة رأيه مريض وراه عاجز عن الحركة الدليل في ذلك هو أنه منذ ماي في 2012 في ستيف لما قالهم باللطاب جنانا منذ ذلك الآن الجزائريين والجزائريات ما سمعوش الصوت انتعوا إلا عبر الميكروفون هذا اللي مر على مرة يديروه والصور هذو كل اللي رأيه مرة على مرة يديروه لو كان لك جاو شخصيات سياسية مرموقة عندهم موزن سياسي مثل احمد طلب الابراهيمي مثل حمروش مثل بن يلس مثل يحياء عبد النور مثل شخصيات كبيرة هكذا اللي معروفين وعندهم موزن سياسي في البلاد قال يلا يالجزائريين يلا تحركوا ديروه مسيرة للمجلس الدستوري على جلبة شو يتطبق الدستور ويحركوا مجموعة من القوضات ومجموعة من المحامين ويحركوا مجموعة من القيادات في الجيش هكذا على جلبة شو ما يتطبقوا الدستور رايح لي قاعد تدير في سبيتش ويلا هتفضلي الحاجة تكلمي واحدانا من قالمة واحدانا من صغراس واحدانا من لمسيلة واحدانا من عنابة واحدانا من الشلف واحد بونانيفرسار واحد كذا قاعدين تديروا في السرك حاسبين روحكم باللي انتم راكم تمثلوا في الجزائر حاسبين روحكم انتم بلليكم تتحدثوا في الفساد وان كنتوا هذه السنوات هو الفساد ضرب الأطنب انتاعوا وان كنتوا لما الجزائريين كانوا يذبحون فرد وجماعات وان كنتوا لما كانوا الجزائريين يخرجوا فيهم من البيوت انتاعهم ويعرّوا فيهم أمام الزوجات انتاعهم وأمام ولادهم وان كنتوا لما كانت المدرسة الجزائرية تحرق وان كنتوا لما كانت المستشفيات تضمر وان كنتوا لما كانوا الأئمة يقتلون على المنابر هذه السنوات الآن ظهرتوا كلكم تحوسوا سيدي تحوسوا إلا تحاربوا الفساد مليح هو أنه تحاربوا الفساد ولكن ما تدعموش الفساد ما تدعموش الرداء ما تدعموش الناس اللي راهم وما يحرفوا في الوعي الجزائري هذا راه الآن راه من خلال الشطحات اللي راه يقوم فيها راه هو كأنه كل ما جاءت قضية قال هذه انتع الصحة انتابت في اللقاء تجي قضية يتحرك هو يصوتي على جلبه هو يمنع الناس لما تشوف انت الناس هذا القضية هما راه عندهم بدي بسيكولوج عندهم ناس مختصين في الانتربولوجيا عندهم ناس مختصين في كل المجالات وراه عندهم ناس مختصين في الإعلام يثيرون قضايا مثل هذا النوع من بعد يحركوا القضية انتع الأزمة وانتع الدم وانتع الدموع من أجل إخافة الشعب الجزائري فيما بعد يربطوها فيما يحدث في ليبيا وسوريا واليمن وكذا حتى الشعب الجزائري يقول لك أخيها بركة بركة من الدماء وبركة من الدموع هذا الناس اللي الآن رايح للانتخابة الشريعية تتحوس على التغيير تتحوس على التغيير تعال النظام ويزيد يشكر في الجيش شكر في الجيش شكون هو السباب تعال الخراب تعال البلاد إذا ماهيش القيادة تعال الجيش شكون شكون السباب تعال الخراب تعال البلاد إذا ماهيش القيادة تعال المخابرات شكون شكون اللي كان يقتل كانوا يجيوا ناس من الجبل تعال وقواق أليس أبناء الجيش اللي كانوا هما يخرجوا في الناس من الضيور تاحهم ويذبحوا فيهم في الطرقات والشرطة والمخابرات وركف بوتفلقة وتحوس نتاع الوضع الصحيح نتاع بوتفلقة بركة من السيرك يا سين كاز ومن بعد شوفوا شكون اللي كانوا يجيبولو يجيبولو فعلي الزاوي يجيبولو مجموعة من تاع البلطاجية مجمعا تاع المخابرات من أجل خدمته في قنوات فضائية وقاعدين يديروا به في السبيتش في القنوات الفضائية عوضوا أنه يجيبوا ناس مفكرين عوضوا أنه يجيبوا ناس سياسيين عوضوا أنه يجيبوا ناس فاهمين المعظلة الجزائرية من أجل توعية هذا الشعب الجزائري ومن أجل إبراز طاقات جديدة يجيبولو في عليزاوي ويجيبولو في مجموعة هكذا كل مرة من أجل خدمتوا قدام الناس وقال ها يلا يعطيوا له في أسئلة كذا ويجيبولو في صحفيين كومبليس هكذا متواطئين معاها كذا كل مرة من أجل خدمتوا من أجل إظهاروا في المقابل شوفوا سنوات ونحن نتحدث شكون اللي كان يتحدث في المجازر منكم شكون اللي كان يتحدث على الملفات تنتع الفساد منكم شكون ورّيونا واحد برك يجيبونا واحد منكم كان يهضر في هذا المواضيع كلكم عامين عليها فقط جايبين ناس صفحات مدعومة في الفيسبوك يجيبوه في ناس هكذا واحد يسرق في الصور ويدير في الاسم انتاعهم الاسم انتاعوا على الصور يسرقوا في التعليقات ويلا ويدعموا فيهم عن طريق الصحافة وعن طريق وسائل الإعلام وحبين كلهم يبقاوا على جلبشهما قاعدين في هذا السلطة مخصينهم الناس هكذا في الفيسبوك بمجرد هو انه يكتب تعليق يلا يصبوا له ثلث آلاف تعليق وكلهم من أجل دعمهم حتى باش هما يأثروا على الرأي العام قالوا دي هذاك سيد هذاك دي واحد ما يعلق عليه هذاك أو هذاك واحد ما هو سامع بها واحد ما هو واحد ما هو يتبه فيها لكن الناس العقالاء والناس اللي عارفون المعظي للجزائرية حقا والناس اللي فاهمين المآلات وفاهمين الأمور كيفاش راها تمشي في البلاد عارفين المخاطر اللي راها تهدد البلاد راهم يعرفوا وش كون هو الإنسان اللي راه يضرب عن البلاد وش كون هو الإنسان اللي راه ينصح وش كون هو اللي راه يخدم في هذا النظام هذا مجموعة راه يخدموا في النظام ويخدموا في الجهاز تلك المخابرات كل ما ذاق الحال بالنظام كل ما حدثت تغرى داخل الجدار بتاع هذا النظام كل ما حدثت حاجة من شأنها هي أنه تخلي الشعب الجزائري أراه رايح يتحرك يلا يبدو يحركوا واحده يبدو يدعموا فيه عن طريق وسائل الإعلام حتى باش الناس يمشيوا معاهم بعد باش يحدثوا ما هذك الانقسام وفيما بعد على جل باش الناس تتفرك إذن الأخوة الأخوات هذا نكاز وغيري هي غيري هي من بعض الناس اللي راهم يدعموا من أنه معارضة ما عندهم حتى علاقة بالمعارضة وإحذروا كل مرة قلتها ونزيد نعود نكره إحذروا من هذ الناس اللي ظهروا بعد ما هرب بنعلي كلهم دون استثناء حتى إذا كانوا ناس من العائلة انتعي كل واحد بدأ في المعارضة انتعوا منذ الهروب انتع بنعلي وعاد راجل ورح له الخوف رح له الجبن هذا عرفوه باللي جبان عرفوه باللي راهم مكلف بمهمة كل الناس اللي راهم ذرك ظهروا بعد ما هرب بنعلي كلهم مكلفين بمهمة هدف انتعهم الأول والأخير هو منع التغيير في الجزائر هو خدمة هذه العصابة الحاكمة كل ما ذاق الحل بها يخرجوا على جلبشهما ينفسوا عليها وعلى جلبشهما يحرفوا التغيير وعلى جلبشهما يقسموا الشعب وين را هذين دوتما صافره ها وين راهم الجماعة اللي كانوا يبيعولكم في الهندي ها ويبيعولكم في الخرشف وين راهم الآن لما كنا نقول لكم بلي هذي الناس راهم يخدموا في النظام منكم من كان يشرك في فمه كان يقول بلي هذو كيفاش وهذو شرافاء وهذو كذا وهذو كذا ورهم الآن رهم الآن يدعوا فيكم للمشاركة في برلمان واحد يحوس على العهد الثانية واحد يحوس على العهد الثالثة وهكذا ويسبوا في بودفلقة لأنه راهم في العهد الرابع كلهم كلهم راهم يحوس على الكرسي كلهم يحوسوا على البرستيج كلهم يحوسوا على المنصب كلهم يحوسوا على الحلب من تاع البقرة في الجزائر وفيما بعد الرايحة جاية في الزوالي الرايحة جاية في الإنسان اللي راه يتعذبه هو مريض الرايحة جاية في الفقراء وفي المساكين الرايحة جاية في الشمارة وفي البطالين وأقعدوا أنتما كل مرة كل ما جاد فرصة اللي المفترض هو أن الناس تلتف حول مجموعة من الوطنيين المخلصين اللي الهدف انتحموا خدمة الوطن يروحوا يدعموا في صحاب تأسرك وفيما بعد يلا يفوتوا الفرصة على الشعب حتى الشعب الجزائري يصاب باليأس ويصاب بالإحباط وتستمر هذه المهازل الإخوة الأخوات إذن هذا راشد نكاز أنا نقولها لكم بالصوت وبالصورة احذروا منه ومتضروش به إذا كان شفتوه في تجمع معين هكذا متضروش به هذا راه يحوس فقط هو من خلال خارجة هذو اللي راه يدير فيها لفت الرأي العام على جلبه يلتف حوله ويروح يوصل راكم شفتوه راه خارج ليها طاي طايب اللي يحوس على الرئاسة حوس على الرئاسة روح ترشح في الشلف رئيس بلدية واخدم الشلف وطلع كما طلع ساركوزي وطلع كما طلع أردوغان وطلع كما طلع أحمد ناجات والناس اللي انتخبوهم المواطنين في البلدية انتعهم وخدموا البلدية انتعهم وفيما بعد وصلوا للرئاسة طول للرئاسة البرح ترشح في فرنسا ولورك في الجزائر كارطة مننا وكارطة من اياه وما بعد قل لك قل لك هو طيش الجنسية انتعهم طيشت الجنسية انتعك ولكن الفكر انتعك ما زال والجزائريين والجزائريات ما لازمش تتخدعوا بواحد يعرف يضحك لكم ما لازمش تتخدعوا بواحد دير كوستيما وعندو كرافاطة لازمكم تخدموا العقول انتعكم ولازمكم تشوفوا المصلحة انتع البلاد حتى اذا كان رب كان الناس اللي رام في النظام عرانا ضد النظام منذ سنوات كان الناس اللي رام في النظام ورام يخدموا خدموا عقولكم يا صاحبي كيفاش يجي واحد هذاك بشطحة مخلي نزار ومخلي توفيق مخلي العربي بالخير ومخلي غزيل ومخلي الجنرالات الكبار اللي رام هاهم ذوركا ديرين التير اللي مات منهم مات وخلى ولاده وخلى العشير انتعوا ومنهم اللي رام بازال حي رايح يدور لي بسعداني رايح يدور لي بهذا بوشوير قال واشي قال ولد حركي ولد حركي ولي رام الحركة اللي رام يحكموا فيكم هذوكم الب petites还حركة شوفوا في ولد حركي والحركة اللي راميحكم ولا لا ممكن تشوفوا فيهم إذن الأخوات تخدموا العقول لنتاعكم ما تبقاوش تضربوا في الظرنة وما تبقاوش فقطوا صحيح نحن نريد التغيير صحيح هو أنه نحوسوا على وجوه جديدة صحيح هو أنه نحوسوا على طاقات بإمكان الاستفادة بهذا نكاز إذا عنده أفكار بإمكان الاستفادة نتاعوا في مجال معين أما هو يجي يركب من خلال تضحيات انتاع شعب أكثر من مليون ونص مليون من شهداء وأكثر من مئتين ألف قاتل وأكثر من عشرين ألف مختطف تخليوا الناس اللي ماتوا من أجلكم تخليوا الناس اللي دخلوا للإحباس والمعتقالات واللي شربوا الدم وشربوا الدموع من أجلكم تخليوا ألف اللاجئين اللي رحمهم هجرين وتتبعوا في واحد اللي طلق البيبرو مننا وجعل جلبه شوى قال واشي يلا وبركاكم أيضا من الاستغلال وانتهازية قال واحد هذا راه يضرب في النظام راني معاه لا 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 ما نمشيش معاك حتى يدرك ثد النظام ما نمشيش معاك نمشي مع واحد صاحبتها حق لما تكون الكلمة الحق عند النظام نقولها ولما تكون الكلمة الحق مع المعارضة نقولها نتبع الحق ما نتبعش الأشخاص عنها ما نتبعش الأشخاص إذا تتبعني الطريقة أنت تروح أنت ذكاء في فرنسا تروح الواحد أنت على الدار Eric سلال أنت تعرض في سلال ولا تعرض في ريم إذا تعرض في سلال يلا هات البروشي انتعك وبين العيوب انتع البروشي انتع سلال هاي العيوب النقطة اللولة النقطة الثانية النقطة الثلثة يجايب لي سلال بنت سلال عندها سكنة أفطرواه في أفكات في شانزيليزي والناس اللي رأى ما عندهم مقتارات في فرنسا عندهم مقتارات في سويسرا وعندهم مقتارات في أنجليترا وعندهم مقتارات في ألمانيا وعندهم مقتارات في أمريكيا هذوك الناس ما تشوفهمش في أسترالي بارتو هذوك ما تشوفهمش هريم سلال لماذا؟ هو يحوس يتمحور هذا النظال تحويل قضية استغلال بشع تحويل قضية على جلبها شواء معها مرأة معها مرأة تقول لك بالليح يا بوتفلقة ومعها مرأة كانت من المنتخبين على بوتفلقة بصحتك احنا بوتفلقة عرضناها في 99 لما جاء مشي في 2016 لما عاد على الكروسة بكريبوتفلقة كان مليح وضكة طاحت به يلا نرميوه ونجيبه واحد بوقوس كما نكاز هذا هي السياسة هذا إنسان يخمم في البلاد هذا إنسان يخمم في المصلحة من البلاد البلاد ما يحتاج الناس صادقين البلاد ما يحتاج الناس يضحيه يلا هي سياسة تقول بالليارك ملياردار ومليونير يلا تفضل استثمر في البلاد خدم الشباب حل مشاكلين على الشباب يلا زوج الناس يلا تفضل يا رام كاينين شباب محتاجين باش يزوجوا وزوجهم كاينين الناس اللي راه عندهم الديون يلا سلك الديون قاعد يلا تستغل في العاطفة تاع الجهال هانت كالك واشية هاوي سلك في الاسمون تاع النقاب روح زيد سلك للناس هذوك اللي رام يبيعه في الزطلة خرجهم من الاحباس سلك سلك الناس يستعمل في العاطفة تاع الناس من أجل إثارة العقول تاع المسلمين لكن الناس العقلين الناس الفاهمين الناس المطالعين والناس اللي عارفين المعذر الجزائرية ما تخدحهم لأنت ولا غيرك ما عرفوا الناس اللي رام يعارضوا في النظام حتى وإن اختلفنا معهم فهمت درك لما يجي واحد كما زيتوت ما ليش نختلفوا معها مش مشكلة يجي واقل راح لقرنوبل على جلبه شواء يطالب بالصحة انت عبد في اليقاء قال والله السيدة ذراه ويقول في الصح ينوض شوشان والله حسين هارون والله من الناس اللي رام كانوا يعارضوا في النظام وراهم عارضوا رواحهم للموت والله قال مقبولة تم زلك طالع هابط طالع هابط طيارة طالعة أخرى هابطة ويستقبلوا فيك الناس في المطار البوليسية ويتصوروا معاك والعلاقة التاعك هرائعة ما شاء الله معاهم ما عندك حتى مشكلة مشكلتك فقط غير مع بوتفليقة ومشكلتك مع سعداني موش مع العصابة اللي راه تحكم من وراء السيطار موش مع الناس اللي كانوا يذبحوا وكانوا يعدموا في الناس بالشالموا هذا كنت ما عندك حتى مشكلة معهم عندك مشكلة فقط غير مع سعداني بالك راه واحد تخلصلوا من الجماعة تاع الرشوة ومجمعة الليل وسموا بالك كاش واحد راه يلا سلك له أبرتومون ثم أنا نعرفهم أنا نعرف واحد عندنا في برج الغدير جا دارمي كانوا يديولون الناس المادري حتى الضار لح طب هذا جا دارمي والناس رحموا على بالهم واحد بوليسي يبنيولون دار في وقت الجبه الإسلامية كائنين اللي كانوا في الجبه الإسلامية وبنولهم ديار أراني نعرفهم بالأسماء والناس اللي رحموا يتبعوا فيها من برج الغدير أم يعرفهم ابني في سبيلة وبنولهم ديارة هذا راه سعداني راهوا أمين عامة حزب معاه ولا راه نظرده كائنين الشياتين كائنين الناس اللي عندهم مصالح واحد يشري له أبرتوم وشريه السلام أعطاه بقى شريه له واحد من توقع الخليج هاي ما عندهمش يام يسلكوا في رقن تاع البالو تاع مع البلجان ريال مادريد وهو واحد يرح مركب بيته ونعطيه لك كذا مليار لا يستمد في الدرام ونعطيه في المقابل راه شريه أبرتومه بخمسة ملاير ويرح يديه خمسين مليار وانتا قعد لهي الناس في شان زيليزي وجماعة راه في ودسوف بالقطارات فهمت؟ راه تدي في القطارات واحد يسلكوا أبرتومه وراهو الدمية تنقطار في ودسوف وانتا قعد لدي الناس ثم وقعدوا ثم ديروا الطنت وقعدوا ثم هذه سياسة كان جبت برنامج وجبت أفكار اللي من شأنها أنها تحل الأزمة الجزائرية يا سيدين صف قولك ونمشي معك ولكن بهذا الطريقة هذه انتارك راه السرك ولا السرك يلا بسم الله يلا بسم الله أرواحه أنا أعقابهم أرواحه بسم الله يلا بسم الله هذه السياسة هذه انتاع الناس ما عندهم حتى علاقة بالسياسة وناس ما عندهم حتى علاقة بالمصلحة انتاع البلاد باش من نكثرش عليكم من الإخوة والأخوات أكتفي بهذا الكلام أطلب من كل إخوة والأخوات خصية ما الشباب منكم هو أنه تحذروا هذا الشخص طرعه أمه كلف بمهمة وغيره من الناس اللي رامي يلعبو لكم في الرول تاع المعارضة ما عندهم حتى علاقة بالمعارضة واحد يبحث عن التهديدات على أجل بشير يطلب اللجوء السياسي باش يعطي له الوثائق وواحد كذا وواحد كذا وكان الناس اللي راموا مكلفين بمهمة كلهم من أجل شغل الرأي العام على القضايا المصيرية على البلاد وأيضا من أجل خدمة هذه العصابة وما رام ماذا بهم على أجل بشير خليفا تعبد في اللقاء ويلدتوا الناس بهكذا من حق الشعب الجزائري هو أنه يعرف القضية هذه نتعلم رضا نتعو ولكن مش فقط جيوا من النهاية كنتوا تضربولوا في الزرنة لما كانوا يقولوا لكم الناس البارح الخزينة نتعلم بلاد راها من الآن وقراصة بوتفليقة وقراصة هو اللي جابلنا الأمن هو اللي درنا وهو اللي درنا وذوقت جاي نطبلونا نظرك حنا يقولوا نحوسوا على حل مخرج الأزمة الجزائرية جذريا وهذا الحل بفيه لا زعامات ولا ولا جماعات ولا أحزاب حل هذا لازم الشعب الجزائري بإسره يشارك فيه عن طريق الممثلين انتاعوا ونحلوا الأزمة الجزائرية نهائيا والحمد لله عندنا إطارات وعندنا كفاءات لا في الجزائر ولا في الخارج في كل المجالات وفي كل نواحي وقادرين بإمكانهم هو أنه يحلوا الأزمة الجزائرية من الجذور يحلوا الأزمة الجزائرية من الجذور إذن ما تبقاوش الإخوة والأخوات داخلين معاهم ودعموا فيهم وطايحين في البيج نتاعهم لأنه كان الناس اللي رحم يدعموا فيهم الناس اللي رحم معاهم البلطاجية هذوك الناس المكلفين بمهم لا تذكروا ما نحضر معاهم الناس المنخادعين الناس المنخادعين ما لازمش يخدعوكم حتى حتى أي شعار الناس اللي تعرفوهم باللي كانوا معارضين للنظام وثابتين عندهم وقف ثابتة وهاهم كيفش يحوسوا ويحلوا الأزمة ما عليش حتى وإن اختلفنا معاهم ما عليش دعمهم واجب عليك ما علي جلبش دعمهم أما هذا الناس اللي رحمين تهزوا في الفرص هذا الناس اللي رحم مرة على مرة يديروا شطحة من الشطحات ويجلبش يظهروا بها حذاري منهم هذا وراهم مكلفين بمهمة راكم شفتوا أحزاب في وقت سابق لما كنا نقولولهم باللي راها الأمور مخيطة وراهم الأحزاب هذا وراهم تعموا خبرات راهم تديروهم وكذا يبدي قال لك هذا انفتاح وهذا ربي عربي انتم واشتعرف السياس انتم ها ثم كذا وشوف وشترا وحادث في مصر وشوف وشترا وحادث في تونس يا صاحبي ها مرسي وها الغنوشي وها كذا تديروش تعرف سياس انتم النهار عشيالهم السيسي ثم هو السبسي في تونس عام بعد جماعة قال لك ما كناش نفاهمين هكذا مم كناش فاهمين هكذا اذن هذا الانسان اللي هو ما علابلوش بالسياسة ما يعرفش بالامور وين راها رايحة هذا انا انتبعوه ما انتبعوش ما انتبع هتا واحد منهم هذو ناس اغبية ناس حمقى ناس انتهازيين ما عندهم حتى علاقة بالسياسة ومنهم اللي رهموا كلفين بمهم ما راكم تشوفو فيهم كنت لكم راكم شفتوا النتيجة في الانتخابات البلدية وفي الانتخابات الشريعية وفي الرئاسية انا مشت حتى شمعت لا راندي ولا فلان انتم خاطين فهمت انتم راكم تعرفوني وما نحضر عليكم راني نحضر على هذي الناس اللي راهم وما يزعموا المعارضة شفتوا الآن كان بعض منكم اللي راهم كان يقول لك باللي معارضة المعارضة انا اللي كتبت الموضوع اللي المعارضة المعارضة ورحوا اقرأ يجيوا الان هذا ممش معارضة ما عندما حتى علاقة بالمعارضة هذا راهم خدام والقراس النظام كي هذا الاحزاب هذا رايش الانكاز والجماعة اللي راهم مدائرين بين مش مش يحاوز كش ميفرسيل والله والله كذا والجماعة اللي راهم مدائرين واحد يحاوز على خدمة واحد يحاوز اللي راهم مدركه معاقدين الامل من حقهم تبحثوا على شخصيات من حقهم على جلبش تشوفوا كفاءات وتشوفوا اطارات ولكن مش هذا النوع هذا اللي يغير ومش هذا النوع اللي اسم وهذا اللي راه وطالع هابط هذا لا يشكل عليهم حتى خطر يشكل عليهم حتى خطر هذا اللي راه وطالع هابط وراه هو يعقد في الصفقات وراه يدير فيك ذا سيد مخلي المصالح انتاعه مليونار وراه مخلي المصالح انتاعه وقاعد طالع هابط وراه يمشي يمشي واسم وحبي تمشي زيد يكمل يمشي حتى القدس وروح دير مسيرة للقدس حر القدس حرك الشعب العربي كم يتحرك معاك يلا دير مسيرة للقدس دير مسيرة للعراق حبس الحرب دير مسيرة للسوريا حبس الحرب دير مسيرة الليبي حبس الحرب دير مسيرة لهذا انتاع خوتنا اللي رح يشوف فيهم يلا تحرك دير مسيرة قاعد يتوور في تزير والفوتوات والصحف يلا هاو الحق البويرا هاو الحق التجننت هاو الحق التزيوزو جماعة منهم اللي راهم يدعموا فيه راهم على بالنا بالخلفية انتاحهم وعلى بالنا بالاهداف انتاحهم ما تقدرواش تخدعونا اما هذوك الشباب اللي مساكن الله غالب عليهم ما عندهم حتى علاقة بسياسة راهم مع الوقت مع الوقت ان شاء الله راهم رايحين يفهموا الكثير من الامور ناس سياسيين ناس الحاذقين والناس اللي راهم على بالهم عندهم خبرة في الله في سياسة هذو ما تلعب عليهم ونزرنا روح جيف شونزيليزي ودير لاطنت انتاع القذافي حطها ثم دير وش حبيت معلبة لمش بيك لنت ولا غيرك نعرف هذا النظام ونعرف المخلصين منه والمنافقين نعرف الرجال منه ونعرف الخائنين ونعرفه كذا بالتالي ما تقدر تغلطنا لنت ولا غيرك مهم اذا الاخوة والاخوات اكتفي به القدر ان اصبت فمن الله وان اخطأت فمن نفسي ومن الشيطان واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته